انواع الجسم البشري والتعامل معاه داخل الجيم مع الرياضة بصفة عامة. اللي هي لما بتنزل حضرتك الجيم بيقول لك ده جيناته كويسة ده جيناته ضعيفة ده جيناته ممتازة ده آآ متوسطة وتأثيرها ايه آآ على طريقة التمرين آآ وعلى الاداء بتاعه والراحة وهيئته ببقى شكلها عامل ازاي? وازاي ان انا وفق آآ افضل التمرين وافضل الاساليب لحسب طبيعة الجينات بتاعتي وحسب طبيعة الجينات بتاع الجسمي. رقم واحد الاكتومورف زي الفنان سليفستر السيتالوني. ده بيكون دايق الكتفين. رفيع الوجه. دايق الصدر. والوسط. مفهوش دهون. الارجل بتاعته والازرع بتاعته بتبقى رفيعة. دي النوعية اللي احنا بنقول عليها عالية الحرق واللي بيقى صعب فيها زيادة الوزن. بالنسبة للتمرين بتاعها. بيكون مرة واحدة في اليوم. تمرين لعضلة واحدة. بتمرن العضلة واحدة بس في اليوم. والتمرين بيكون مرة واحدة بس في اليوم. العضلة الوحدة دي بمرنها مرة واحدة برضو في الاسبوع. يعني ما ممرنش عضلة نفس العضلة مرتين في الاسبوع. هي مرة واحدة كافية لها. الراحة آآ لازمة بين المجميع وبين التمرين. على الاقل دقيقة بين كل تمرين وتمرين. لو عندي اصابة او جزء في ايه? جهاد عضلة. يفضل ان انا ممرنهوش. بالنسبة للتمرين بتاعها والتكنيك. آآ بيفضل ان انا اعمل مجهوك كبير في وقت قليل. بمعنى ان انا ارفع ميزان تقيل ومش مشكلة بالنسبة للعدات. يعني العدات بتبكون كافية جدا من خمس لعشر عدات كافية جدا. على عكس طبيعة الاجسام التانية. المجميع من ست لتمن مجميع لكل جزء جزء من الجسم بيكون كافية. ما بيفضلش ان انا اعمل تمرين زايد عن اللازم. يعني ان انا اعمل آآ تلاتاشر مجموعة وآآ في الكتف والكلام ده بيكون صعب جدا ورخم جدا عليهم ويأثر تأسير سلبي. بالنسبة لاستشفاء العضلة. انا بتمرن عضلة واحدة. العضلة بتمرنها مرة واحدة في الاسبوع. آآ النوم ما يقلش عن تمن ساعات يوميا. في حالة ان في وجود اجهاد عضلي ما بتمرنش العضلة اللي فيها الاجهاد. بالنسبة للتمرينات القلبية زي الكارديو. ما بزودش في الاسبوع عن تلات مرات فقط. اكتر حاجة ان انا لعبها من من التمرينات القلبية تلات مرات في الاسبوع. بشرط ان هو ما يزيدش عن عشرين دقيقة في المرة الوحدة. يعني في الاسبوع كله في حدود ستين دقيقة ما يزيدش عن كده. بالنسبة للتغذية. التغذية بتبقى من خمس لسبع وجبات. بزود فيها البروتين والكاربوهايدريت. بتناول مكملات غذائية. زي الفيتامينات. وزي الواي بروتين. بالنسبة لأسلوب الحياتي. والتعامل اليومي بحاول اتجنب المجهود الزايد. وبحاول ان انا اشرب مية كتير عشان الاستشفاء العضلي. الجسم التاني هو الاندومورف. ده زي آآ جاي كاتلر. الصفاب بتاعته. آآ في هيقته ان الوسط الوسط بتاعه بيكون عريض. الاكتاف بتاعته بتبقى ديئة آآ يعني بالنسبة للوسط بتاعه. يعني اكتافه ضخمة ولكن هي ديئة بالنسبة لحجم ووسط هو. هو بيبقى شكله بطني الهيئة. يعني الدهون بتبقى مترقمة في الوسط شوية. آآ الكتلة الدهنية بتاعته بتكون عالية. رسخ القدم واليد بتاعته بيكون رفيعة. الحر بيكون عنده ضعيف. بيكسب الوزن بسرعة وبيفقد الوزن ببطء شديد. وده بيخلي عنده صعوبة شديدة في ظهور شكل العضلات. يعني بيكون فيه ضخمة عضلية ولكن العضلة هيقتها وتدورتها وشكلها وحجمها مش باين. بالنسبة التمرين بيكون التمرين مستمر وشامل آآ وبزود فيه الكارديو بيكون على الاقل او بصفة عامة يعني بيكون خمس مرات في الاسبوع. بالنسبة للجم بيلعب جنرال اول شهر كامل وبعد ما الشهر بينتهي بيبتدي آآ يقسم التمرين بتاعه اللي هو عضلتين في اليوم. وبيكون بيتبع ذلك ان هو بيغير التمرين بصفة مستمرة. يعني من كل اسبوعين لتلات اسابيع بيغير شكل التمرين آآ وطريقة التدريب بتاعته. بادخل سوبر سيت. ادخل آآ عدد بغير في الشكل بصفة عامة. آآ المجموعات ما بتقلش عن تمام مجموعات لكل جزء من الجسم. آآ بالنسبة للاوزان باستخدم اوزان متوسطة الوزن. آآ متوسطة الوزن. يعني ما باستخدمش اوزان عالية ولا اوزان خفيفة بالنسبة للقوة العضلية بتاعتي. الاعداد بالنسبة للجزء العلوي اللي هو الكتف والصدر آآ بيكون من تسعة لاتنشر عدة. بالنسبة للرج الامامية والخلفية والسمانة بيكون لعداد بتاعتي من اتناشر لخمسة وعشرين عدة. آآ بقلل الراحة بين التمرين. آآ ما تزيدش عن دقيقة باي حال من الاحوال. آآ بالنسبة لاستشفاء العضلة. بتمرن العضلة مرة كل تلات ايام. انهم بيكون كافي بالنسبة لي آآ في هيئة الجسم دوت لسبع ساعات. لانه هو بطيء في عملية الحر. فمش محتاج اننا ننام آآ وقت توين. بالنسبة للتمرينات القلبية الكارديو او خمس مرات في الاسبوع. المرة الواحدة تلاتين دقيقة. بالنسبة للتغذية. بقلل الدهون. بزود البروتين. بستبعد نهائي العصائر والمشروبات الغازية والحلويات آآ بصفة عامة. بالنسبة للاسلوب اليومي واسلوب الحياة باشرب مية كتير وبزود النشاط العام وبزود الحركة بالنسبة لي. الجسم التالت. الميزومورف. ده الجسم المثالي للعب الكمال للاجسام. ده زي ارنولد. هيئته بتكون الراس كبيرة. الاكتاف عريضة. الوسط دايق. دهون الجسم قليلة. الجسم مفروض بصفة عامة. والصدر عريض. جيناتو هي المثلة للعب الكمال للاجسام. بالنسبة للتمرين. بكون بنوع التمرين بصفة آآ دايمة. يعني بمعنى اربع اسابيع عالي الحدة. واربع اسابيع منخفض الحدة. ودوت عشان اوصل لأعلى النتائج. في النمو العضلي وزيادة القوة العضلية. بالنسبة للعدات والمجميع. آآ العدات بتكون من تمانية لاتناشر عدة. باوزان تقيلة نسبيا. آآ لازم ان انا فاجئ الجسم بالتنوع والتغيير في الحركات والاشكال. بمعنى ان انا استخدم مثلا فترة نظام السوبر سيت. آآ النظام آآ التكرارات التنازلية. نظام التكرارات القوية. آآ بصفة عامة يعني لازم تشكيل وتنويع آآ في التمرين والاساليب بتاعته. بالنسبة للراحة والاستشفاء العضلي. الراحة بتكون يوم واحد في الاسبوع كافي. آآ بالنسبة لمدة النوم آآ متوسط من سبع لتسع ساعات يوميا. ما بمرنش الجزء اللي بيه قلم او الجزء اللي هو غير كامل الاستشفاء. آآ بالنسبة للتمارين القلبية الكارديو آآ تلاتين دقيقة في المرة الوحدة. في حدود من تلات لخمس مرات بالاسبوع. وبيفضل آآ في التمرين انها تكون تمرين هت. آآ بالنسبة للتغذية بزود البروتين بزود الكربوهيدريت بقلل الدهون. الدهون ما تزادش باي حال من الاحوال عن خمستاشر في المية من اجمال السعرات الحرارية اللي بتخش الجسم في اليوم. بالنسبة للاسلوب الحياة بصفة عامة آآ ما بعملش اي حركات مفاجئة عشان هيتجنب الاصابات. وان انا بستمتع بالتمرين لاكتر ولا اقل وبزود شرب المية عشان اوصل آآ لاستشفاء عضلة سريع وتغذية لعضلات الجسم. وهنا آآ بنقول بصفة عامة ان التلات انواع بتاعت الهيئة الجسم وارد ان هما يختلطوا ببعض يعني وارد ان النوع الاولان يختلف بالنوع الاخير والنوع التاني يختلف بالنوع الاول فانت بتحدد آآ من هيئة جسمك في الواقع انت اقرب لانهي نوع او انت بين انهي نوعين متداخل وبتوفق اسلوب يتماشى مع جسمك وهيئته. آآ في ملاحظات آآ بيكون مرتبطة بين التلات انواع او الخمس انواع الموجودين كلهم سواء متداخلة النوعين المتداخلين او التلات انواع الصريحة اللي احنا اتكلمنا عنهم. آآ اهم حاجة التغذية مهمة جدا. سواء انت في اي نوع من الانواع في نوع تحتاج تزود كارباهيدرات شوية. نوع بيتزود البروتين شوية. فانت التغذية عليها عامل ولازم ان تهتم بيها تبقا للنوع اللي انت ماشي به. آآ انك تنوع في الاساليب والتدريب والبرامج بتاعتك وتغيرها من وقت للتاني. آآ ده جميل جدا وممتاز في التلات آآ اجسام او في التلات انواع من الاجسام عشان توصل لاعلى النتائج اللي اللي انت ممكن توصل لها. آآ نوع الجسم ما بيعتمدش على الحجم بمعنى ان انا لو شخص طويل آآ ممكن يكون نوع اكتومورف او ان انا شخص صغير يكون نوع ميزومورف. لا طبعا هي ما ده غير ده. يعني حجم جسمي لا ينطبق على آآ نوع الجسم. هي يعني العملية آآ كلها ايمة على صفات آآ واشكال والجينات. مش على حجم الجسم يعني رسمة الجسم ملهاش دعوة بالحجم بمعنى ان انا لو بدين مش بالمعنى ان انا طالما آآ يعني عندي زيادة في الوزن ان انا يكون آآ او ميزومورف او مش عمي. لا طبعا هي كل حاجة آآ كل جسم في منه الزيت في الوزن وفي منه مخفض في الوزن. فهي بتكون متحددة بالنسبة للجسم الطبيعي لا اكتر ولا اقل. آآ لا اي معلومات رسلني. وشكرا.